بمداهمةٍ واحدة تم القبض على تسعة صحفيين في التاسع من يونيو الفين وخمسة عشر وبعدها في غصص من نفس العام تم اختطاف الصحفي صلاح القاعد ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لا يزال هؤلاء الصحفيون العشرة رهينة الحوثي وفق تقرير منظمة العفو الدولية في التاسع عشر من ابريل الماضي جرد الحوثيون الصحفيون من ملابسهم وتم ضربهم بشكلٍ مؤلم وفق منظمة العفو التي أكدت أنهم يعذبون بشتى صنوف التعذيب وهو ما جعلهم يعانون من مشاكل صحية تتفاقم بسبب حرمانهم من الرعاية الطبية ويدخال الأدوية لعلاجهم تعذيب الصحفيين ينعكس نفسياً بحسب التقرير الدولي على عائلاتهم حيث الأبناء يكبرون بدون أب ولا تعويض لهم إلا احتضان ملابس أبائهم فضلاً عن أن الزيارات الصعبة وغير المنتظمة للمختطفين تسبب الكثير من الألم للعائلات عند مشاهدة آثار التعذيب على أجساد أقاربهم التهم الموجهة للصحفيين العشرة تهم ملفقة ومزيفة بوصف التقرير الدولي وتأتي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير ويجب إسقاطها فوراً ففي ديسمبر من العام الماضي وجهت لهم ميليشيا الحوثي تهم التجسس ومساعدة التحالف وتبدو الكارثة النفسية أنهم بانتظار عقوبة إعدام على أفعال كيدية في مناخ إعلامي يتسم بالقمع المناخ الإعلامي القمعي في اليمن يتسع ليشمل مناطق تقع تحت سيطرة أجهزة أمنية تابعة لدولة الإمارات حيث سجلت منظمة العفو 51 حالة احتجاز لإعلاميين وناشطين في الوقت الذي لا يزال فيه الصحفيون العشرة مخفيين قسراً عن العالم الخارجي لما يقارب الأربع سنوات أو تزيد ترجمة نانسي قنقر